معروف أكيد أنه بشكل الإرهاب دائماً خطر كبير على السلم والأمن الدوليين اليوم رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع مع مستشار الهيئة الملكية للأفلام وأيضاً مدير التوجيه المعنوي الأسبق والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد المتقاعد مخلص المفلح يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحك فرح صباح الخير أحمد أهلا وسهلا مشرفتنا في هذا الصباح الله يحييك وهذه الحلقة الموضوع هام جداً ويؤثر بشكل أساسي على أي دولة لا صمح الله انتفاقاً بطريقة خاطئة وانتشر كبداية نفرق ما بين التطرف والإرهاب أولاً صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين وشاكر لكم على هذه الاستضافة وريد أن تسمحوا لي أني أنوه بجوز الآن مشاهدين الكلام أقول لك شو هالنقل النوعي اليوم نحن من مبادرات لأبداعات لكذا فجأة نحكي عن التطرف والإرهاب حقيقة موفقة هذه القناة باختيار هذا الموضوع تحديداً في هذه الأوقات لأنه إذا منرجع للوراء أستاذ أحمد واختفاره لعام 2005 تسعة دعش يعني أسبوع القادم هو ذكرى تفجيرات عمان صحيح ذلك اليوم يوم الأربعاء الأسود اللي خلف 57 شهيد و 115 مصاب من المواطنين الأبرياء الأردنيين الله يرحمه فهو اختيار موفق لكن قبل أن نفرق أخي أحمد بين التطرف والإرهاب لابد من ذكر بعض الحقائق عن التطرف نعم التطرف كثيراً وغالباً ما يلصق بالإسلام الإسلام بريء 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 من التطرف والإرهاب كدين نعم والتطرف ليس جديد ليس نقول من عشر سنوات أو من عشرين سنة جاي التطرف على مختلف الأزمن والعصور لكن كان هناك تحت مسميات أخرى أحياناً الغلو أحياناً الزندقة أحياناً التعمق وما إلى ذلك من المصطلحات لكن التطرف كمصطلح هو جديد علينا هو لا يختص بشعب من الشعوب ولا بدولة من الدول فهو ممكن يحصل في أي مكان بالعالم ومن دول العالم لا نقول أيضاً أنه الإرهاب كونك أنت طلب التفريق أنه التطرف أيضاً ما بتعلق أنه والله هاي دولة قوية ما بصير فيها تطرف لا هاي الدولة المتخلفة أو الضعيفة أو النامية ممكن يصير فيها تطرف لا نحن نقول أنه هذا التطرف يضرب في كل مكان بغض النظر عن دولة لكن هناك الذي يختلف هو الظروف اللي بمر في هذا المجتمع أو بتمر فيها هذه الدولة الفرق الثاني أنه الفكر هو المتطرف هو إله علاقة بالفكر ولكن الإرهاب له علاقة بماذا؟ بالفعل الآن المتطرف هو متطرف بأفكاره معتقداته عنده معتقد معين هو يعتقد أنه صح وأن غيره خطأ لا يقبل حتى التفكير أو أنه غيره مجرد تفكيره أو أنه يقبل الآخر لا أنا صح الباقي غلط الباقية يجب أنهم يحذوا حذوي ويسيروا بالمسار الذي أنا فيه ويكونوا مناصرين ومؤيدين لمعتقدي القانون أيضا من أحد الفروق أيضا القانون لا يعاقب على الفكر المتطرف لكن يعاقب على ماذا؟ يعاقب على الإرهاب القانون يعاقب الفكر المتطرف إذا تحول إلى فعل إلى فعل وإلى عنف وإلى الإضرار بالآخرين وإضرار بالمجتمعات عندها يصبح التطرف أو المتطرف الفكري هو إرهابيا القانون لا يحاسب في الفكر المتطرف لا يحاسب عليه القانون طالما أنه هذا لم يترجم فكرك إلى عمل إرهابي إذن الخلاصة أنه هو كل إرهابي متطرف وليس كل متطرف إرهابي نعتبره إرهابي السؤال الأقوى يبقى بشو اللي بدفع بعض الأشخاص للقيام بهذه العمليات الإرهابية أو حتى أنه يزرعوا بنفسهم أو بغيرهم هذا الفكر التطرفي فرح حقيقة عوامل اللي بتساعد على ظهور الفكر المتطرف وبتساعد على هي عوامل كثيرة وجمة كل عامل من هذه العوامل لو إحنا بدنا نطرق له جوز يحتاج منا إلى حلقة كاملة حتى نشرح لكن إحنا منقول باختصار أنه في هناك عوامل فكرية عوامل دينية عوامل اجتماعية عوامل سياسية عوامل تربوية عوامل نفسية الآن كل واحد من هذه العوامل اللي أنا ذكرته يندرش تحده الكثير الكثير من أسباب التطرف والإرهاب وننخل على سبيل المثال لو أجنب نحكي عن الفكر إحنا حتى في الدين الإسلامي عندنا انقسامات فكرية عندنا فرق ومذاهب تختلف كل واحد يدله يدله إذن فيه هناك أيضا في ضآلة أيضا بالاهتمام بالتفكير أنه نشغل مخنى ونفكر أنه هذا صح ولا هذا غلط أيضا في المناهج في خلل في المناهج ممكن الخلل هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يكون متطرفا في لحظة ما إلا لو جينا على الدينية في هناك العلماء حتى الفتاوى كل واحد يشكل هذا المتطرف أول شيء يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال عنده هذا الإنسان الموظف في الحكومة أو العسكري هذا كافر ولا أسهل من تكفيره هذا كافر ويجب قتله لأنه الفكر تبعه واللي غذوب هاي الأفكار هم اللي وصلوا لهذه المرحلة العلمية الآن في عندنا غياب لدور العلماء في أنهم يوضعوا للناس ما هو الفكر المتطرف وكيف وما هي آثار هذا الفكر المتطرف وما هي آثار الإرهاب على المجتمعات الإنسانية لأن ينقض لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا لأهون عند الله من قتل إمري المسلم بغير ذلك بغير حق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إحنا أحيانا الإرهاب تجد أن الذي يقتل يقول أشهد أن لا إله إلا الله والله أكبر نعم صحيح والمقتول نقول أنه شهيد في سبيل الله إذن هناك تناقض هناك فكر لكن هذا لا يعني أنا بعيد وأكرر أن نربط الإرهاب والفكر المتطرف نربطه بالإسلام هذه الدول المتقدمة والمتحدة الأمريكية ما في أسبوع إلا نسمع في الأخبار أو نشاهد على شاشات التلفاز أن هناك إرهابيا دخل على مدرسة وقتل 12 طالب وطالبة أو دخل على كنيس أو إلى آخر أو على حفل كما حصل عندنا بالأحزم الناس في قبل في عام 2005 عندما قتلت كما ذكرنا في بداية الحلقة 57 شهيد من الأبرياء لا ذنب لهم أحزم الناس في رابعين متطرفين أيضا هناك الكثير الكثير من الأعداد في العالم ليس محصورة في الدول العربية ولا في الدول الإسلامية الدول المتقدمة والدول الأجنبية يعني أريد أن أقول شبه أسبوعي يصبح فيه هناك يعني مشاكل نتيجة التطرف والإرهاب كما تفضلت الإسلام بريء تماما من الإرهاب ومن يحاول لصاق الإرهاب بديننا الإسلامي الموضوع مرتبط بشكل أساسي بفكر شاذ متطرف هو سبب ومنبع لبعدين أفعال أيضا شاذة وإرهابية وأنا أسأل ما الأثار السلبية على المجتمع في حال انتشار الأفكار المتطرفة التي قد تؤدي لاحقا لأفعال إرهابية أستاذ أحمد لا يخفى على أحد ماذا تخلفه الأفكار المتطرفة والعمليات الإرهابية من آثار سلبية على المجتمعات برمتها يعني دون ما نتحدث عن مجتمع دون آخر الأمر اللي نحن نحن نحكي عنه هو قتل الأبرياء ما ذنب إنسان آمن مطمئن في بيته في وظيفته في مكانه في حفله ربما أنه هناك في حفل زي ما صار في الفنادة ما ذنبه أن تقتله بدم بارد بدون أي ذنب يذكر هذه قتل الأبرياء أكبر خطر وأكبر أثر سلبي يحصل للمجتمعات وللأفراد أيضا أنت عندما يصير هناك عمليات رهابية وكأننا تقول للمجتمع الحمد لله مجتمعاتنا العربية والإسلامية مجتمعات متكاتفة متسامحة نقبل الرأي والرأي الآخر لكن عندما تحصل هذه العمليات الرهابية وكأننا تحث المجتمع على أنه يصير مجتمع غير متسامح وغير متكاتف نتيجة الأعمال اللي قاعد يشوفها أيضا المصالح مصالح الدول تتعرض للخطر يعني على مستوى أنه الآن إحنا كأردن نظر بمثال عنينا الأردن الآن إذا لا سمح الله كان عندنا بسبب العمليات الإرهابية في زعزعة بالأمن والاستقرار هل يأتي برأيك مستثمر إلى الأردن لا لأنه هو يبحث عن أمنه وأمانه إذن أنت أضرعت بمصلحة الأردن ومصلحة الشعب الأردني والمجتمع الأردني أيضا في هناك قيود إذا كان المتطرف يتبع لديانة معينة وكان عسبي المثال نأخذ عليها إذا كان هذا المتطرف مسلم إذن في هناك رح يكصير تضييق وتقييد على الحريات الدينية للمواطنين لأنك رح تشك أنت في أي شخص تقول طارم أنه اللي عمل هذه العملية الرهابية هو ينبع من منبع إسلامي أو جايب من فكر إسلامي إذن أنا بدي أصير أحتاط لكل واحد ممكن أنه بيصلي أو بيقول لا إله وهذا طبعا برعيد وبأكد أنه الدين الإسلامي بريء يعني كيف نحن نرصق هذه التومة بالإسلام وأبو بكر الصديق منع المسلمين والمجاهدين من قلع شجرة أو قتل طفل أو قتل شيخ في صمع والآن نأتي ونقول أن هذا إرهابا إسلامي الأمر الآخر أيضا التأثير زي ما حكينا على الاقتصاد برمته اقتصاد البيت كله بتأثر نتيجة الأعمال الإرهابية نتيجة الأمن والاستقرار حتى على مستوى الآن حتى السياحة اللي احنا متحدث عنها ونأخذ أكبر مثال مصر الشقيقة عندما صارت فيها العمليات الإرهابية قديش أضروا بالسياحة المصرية جدا نهر الاقتصاد المصري بسبب أن السياح لا يوجد إقبال على الأماكن اللي الناس تأتي عليها في مصر نحكي بما أنه ذكرنا الأخير السلبية ننتقل البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع عمتا شو هي نوعية البرامج المفروض تكون موجودة لحظة أشخاص يبعدوا عن التطرف والإرهاب هو ستفرح يعني منذ ظهور الإرهاب والتطرف الفكري ونتحدث نحن عن دولتنا الأردنية قيادة جلالة سيدنا الله يطول عمره نحن بجوز من أوائل الدول التي تنبهنا لهذا العمر وكان فيه هناك الكثير الكثير من البرامج المعدة لمكافحة الإرهاب لكن أنا اللي بدأ أقوله إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدها لا تكفي لمعالجة التطرف والإرهاب ليش هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف في الجهود من قبل الجميع بدءا من الأسرة رب الأسرة يجب أن يراقب أبنائه وتصرفاتهم وسلوكهم المدرسة أيضا هناك يجب أن يكون فيه هناك حصص ممنهجة حتى ننور أطفالنا وننور طلابنا على ما هو الفكر المتطرف وما هو الإرهاب وكيف يضرب المجتمع وكيف يضرب الأسر وكيف يضرب الشخص نفسه حتى هو يعني المتطرف هو يضرب نفسه يبل ما يضر الآخرين لأنه ممكن يسلك سلوك كمان يكون فيه ضرر عليه نفسه طبعا أنت بدك تعمل حزام ناسف طبعا أنت قتلت نفسك إيش بدك تروع الجنة وبدك حور عين فهذا الفكر اللي بيزرعوا بالناس أنه أنت ماشي يقتل نفسك إني حياتك ما في مشكلة لكن أنت في جنة قاعدة تنتظرك إحنا بدنا ننور الناس حيث أن هذا الكلام خراء ولا علاقة له بالتدين نهائيا فلابد من وجود برامج وإحنا الحمد لله عملنا عليها حتى أنه إحنا توجنا هذه البرامج بأنه أصبع عندنا في القوات المسلعة مركز اسمه المركز الأردني لمكافحة التطرف والإرهاب هذا المركز يقع على عاتقه تدريس الضباط وأيضا الموظفين ومنحهم درجة الماجستير في استراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب نعم جميع فلابد من أنه يكون هناك تكاتف من قبل الجميع حتى من المنظمات اللي داخل الأردن أنها أيضا دائما وأبدا يتحذر وتوعي الناس من الفكر المتطرف واللي بيأدي بالنهاية إلى الإرهاب نعم يعني الأساس بهذا الموضوع التثقيف والأساس كما تفضلت ينبع من الأسرة وهي أساس لكل شيء يجب دائما التوعية الدين الإسلامي أيضا عودة مرة أخرى نقول الدين تسامح بعيد عن أي شبهات يتميصاقة فيه ونعم بريء كمان ما في حدا في الدنيا اليوم اللازم يفهموا هؤلاء أصحاب التطرف أو الفكر المتطرف أنه ما في حدا معطيك سلطة أنك تحاسب غيرك وأن تقرر هو كافر أم مسلم أم غيره وبالتالي يتم دائما مستخدم عبارة إحنا بالعامية غسل دماغ صحيح لهذه الفئة اللي يصلت أو ينصب نفسه بالشخص اللي بده يحاسب وهذا الشخص لازم يروح على النار ويوجهه ويقسمه الناس زي ما بدهم نحمد ربنا بجهودكم وجهود جلالة الملك دائما على أن أردنا عصي على هذه الناس الحمد لله يعني هي حادثة وصارت ومنذ زمن بال2005 إن شاء الله لن تتكرر مننا قوي ودائما شديد بهذه المواضيع وكمواطنيين يجب أن نشد أيضا على أيدي الأجهزة الأمنية نعم صحيح أستاذ أحمد سمحت لي بجوز الوقت المخصص اللي انتهى لكن اسمح لي بدقيقة أتحدث عن جهود جلالة الملك ربنا يطول بعمره اللي كان من أوائل القادة قادة الدول برمتها اللي انتبه لهذا الموضوع بالمناسبة اليوم بصادف حتى أثناء بجوز بث هذه الحلقة نعم احنا عندنا اليوم افتتاح النسخة 23 من معرض صوفكس ومعرض صوفكس هذه الآن يعني بتوجيهات جلالة الملك معظم أو غالبية المعروضات اللي فيه هي وسائل دفاعية تحارب التطرف والإرهاب فجلالة الملك عبدالله منذ بداية ظهور العمليات الإرهابية سواء كان خارج الأردن تنبه لهذا الأمر والحمد لله انه عندنا وسائل دفاعية حتى الآن في متابعة حثيثة من جلالة الملك لما بأيدي المتطرفين والإرهابيين ويكون هناك حريص جلالة الملك أن يكون بأيدي القوات المسلحة وسائل لمحاربة هؤلاء المتطرفين والإرهابيين أدام الله نعمة الأمن والأمان أجهودكم دائما مشكورة شكرا لتواجدك شكرا لك على استضافة وبارك الله فيك شكرا لك وشكرا لكل الأجهزة الأمنية دائما المقربة للشعب الأردني العميد المتقاعد مخلص المفلح أنت مستشار حاليا الهيئة الملكية الأفلام نشكرك ونشكر حضورك بارك الله فيك وشكرا لكم الله حيكم